تفضل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه بتهاني جلالته الكريم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد 2021-2022 وعودة الطلبة إلى المؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة المختلفة وجميع منتسبية الميدان التربوي متمنيا جلالته حفظه الله بأن يكون عاما مباركا مكللا بالتوفيق والنجاح للجميع كما عبر جلالته عن اعتزازه وتقديره لما تحقق في العام الدراسي الماضي من نتائج متميزة ومن نجاح وتفوق بفضل ما وفرته الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله وبمتابعات من المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب وبجهود مثمرة من وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية وبفضل ما تم توفيره من إمكانيات ووسائل متنوعة لضمان استدامة التعليم وعدم انقطاعه بالرغم من التحدي الذي فرضته جائحة كورونا على جميع دول العالم وأضاف جلالته أنه على يقين بأن هذا الجهد سوف يتواصل ويزداد تطورا بإذن الله تعالى في هذا العام الدراسي الجديد مشيرا إلى وجود العديد من الشواهد الحية التي تؤكد العطاء السخي لأبناء البحرين وما يحققونه من إنجازات وعطاء مشهود حيث يقدموا الدليل باستمرار على القدراتهم وإنجازاتهم في صاحات العلم والمعرفة وهو ما يبشر خيرا بما يستطيع هؤلاء الأبناء تقديمه من منجزات جديدة وبأن الطلباء سائرون على طريق النجاح والتميز وتحملهم مسؤوليات التنمية والبناء لأنفسهم ولأسرهم ولبلدهم لأنهم رصيد الوطن وعماد تطوره وازدهاره والثروة الحقيقية التي يعتز بها مؤكدا جلالته على دعمه واهتمامه المستمرين بالمسيرة التعليمية وتوفير كافة الإمكانيات ليكون طلبة مملكة البحرين قادرين على تقديم المزيد من الإبداع والريادة واكتساب مهارات العصر من أجل أن تصبح البحرين بهم نموذجا إنسانيا للتعايش والتسامح ومنارة للإشعاع والتنوير